العوائل اللي قاعدة يعني قاعد ما يقدر يقول ما بيحيلي جزاني بحيلي الحمد لله وطلعت والحمد لله طلعت بحيلي كل شي ما احصل يصير واحد يطلع نهاية خدمته ما يحصلها يصير يعني رسالة للناس اللي تظهرت اللي تحصل تحصل وظيفة وتدفع فلوس يا وظيفة يا وظيفة أخويا يعني هاي هسه هذا حال يعني انت انت شفت بعينك هذا حال موظف حال ما المتقاعد المفروض يحترم يتخلى على الراس يبتش على ايجار هو حتى الدكتور قيس يعني من دا يحتي هذا كل كلام الفعل وينه المشكلة بس تربية الكرخ الثانية فقط كل التربيات حالها هاي المشكلة فقط بس هنانه يعني شن المشكلة شنو نعرف شن المشكلة كل من روح هنانه بعد انتظروا مو هس يجيكم الرد زينا شوقت يجينا الرد شوقت ناخذ حقنا احنا ما محسبين هذا الحساب وليش المشكلة بس موجودة يعني هي رئاسة الوزراء ما عرفت شنو المشكلة مشكلة بس احنا بس بهذه التربية وواصلتوا مع ناس وواصلتوا يا جماعة ويا جماعة مستلمين المكافأة تقاعدية مالتهم والماستر مالتهم مش زينا شنو يعني من جماعة دا يقولوا لي معقولة لعد احنا مو موظفين شو كل شي ما استلمنا يعني نروحوا راجعوا للتربية شوفوا شنو المشكلة واني جي هناني نمشي نروح فلاني دزنع لعن والموظفين مالهم دخل المزاكين شعر يوم هم هم عليهم مشوا معاملات مالتنا مشت معاملاتنا بس بالنهاية مدى تطلع مننا من هذا المكان مدى تطلع المعاملات لان ابو التقاعد العام مدى يقبل يستلم معاملات التربية تربية الكرخ الثانية هي علاقات شخصية لو دوائر حكومية رايحة بقانون والله ما ندري اذا صار عشاير ما ندري همينا والله ما ندري احنا الريق نعرف هاي المشكلة شنو سبب هاي المشكلة وشنو الشي العويس اللي صار بهاي الدائرة بالذات همينا ما ندري هاي العالم بس تجي تروح وترجع هاي قدام عينك هاي كل يومية هاي المشكلة هذا الكلام اللي سمعناه قبل شوي من دكتور قيس يجيب نتيجة تحسينه لو هذا كلام حالي حالي اللي راح والله ما ندري بعد بلكي يجوز على مدين الانتخابات يلقون حال هاي المشكلة يعني شغلة يساوننا ياها بلكي عسا ولا بس ما حسب اللي دا نشوف لا كل شي ما كل شي ما نحصل كل شي ما كلين بس حتي بس حتي هاي الحتي صار الشهور الشهور يعني مو هس شهر وشهرين الشهور العالم كلها قاعدة تنتظر شنو ذنبنا احنا شنو ذنبنا يعني هسا انا ذنبي انا طلع عالتقاعد يصير يعني يصير هاي لا والاحلى من هذا انا تدري ذاقي اليوم جابوا الماستر ما الموظفين ما التقاعد الجديد ما الموظفين الجديد تونسين انا طالع تقاعد يقولوا لي اخدي بدفع فلوسه و احنا معلينه اهيه هو هذا الحل قلت لهم هم زيان حاخذه واخليه بالبيت لا اشثقوا به هو اخدته وخليته بالبيت وصلنا لهاي المرحلة انه ما يعرفون الموظف اللي بالدوائر من اللي طلع تقاعد بعد بعد اشتح شي وهايا بعد احنا والله